شكرا معلقنا كابتن أحمد منعز انتهت أحداث اللقاء بنتيجة 86-77 لصالح نادي الاتحاد جود جيم نادي الاتحاد هارد لك النادي الأهلي يمكن كده تقدم النادي الأهلي في السلسلة تقدم نادي الاتحاد في السلسلة 1-0 ويبقى مباراة بعد باكر إن شاء الله نتمنى بإذن الله تصحيح النتيجة بإذن الله من النادي الأهلي ولكابتن محمود الخطيب توجه بتهنئة لفريق كرة اليد كابتن محمود الخطيب يهنئ رجال يد الأهلي بالتتويج بالسوبر الأفريقي والتأهل لمونديال الأندية وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي التهنئة للفريق الأول لكرة اليد رجال وجه زوم الفني والإداري والطبي بعد الفوز ببطولة السوبر الأفريقي على حساب الزمالك مساء اليوم والتأهل لبطولة العالم للأندية وأشهد رئيس النادي بالجهد الكبير لللاعبين والجهاز الفني وكذلك الأداء الرجولي والروح العالية والسلوك المميز طوال المباراة وجاء في تهنية رئيس النادي أن الفوز ببطولة السوبر الأفريقية والتأهل لبطولة العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية بداية طيبة في مشوار طويل خاصة أن الفريق سوف يخود بعد أيام قليلة منافسات قوية في بطولة أفريقيا للأندية أبطال القوس وأنه على ثقة كبيرة بأن هذا الفريق الذي يتم إعداده للمستقبل بعناية ويدم بين صفوف مجموعة من اللاعبين صغار السن سوف يلقى دعم جماهير الوفية لأنه قادر وبإذن الله على تحقيق النتائج التي تليق بالأهل ودي العطاة من أرض الملعب وفرحة اللاعبين بعد الانتصار الكبير الحقيقة النهاردة فرح جماهير النادي الأهلي جميعهم ومش عايزة أقول أن البطولة دي لها تأثيرات جيدة يمكن كابتر محمود الخطيب وضحها في التهنية أن الفريق هيلعب بطولة العالم الأندية في المملكة العربية السعودية بعد غياب فترة وده المكان الطبيعي للنادي الأهلي في البطولات العالمية الكبرى زي فريق كورت القدم وباقي الفرق وخلينا أوضح لحضراتكم كمان أن الفريق هيخود بعد أيام بطولة أفريقيا لابتالي الكؤوس في نفس البلد الأفريقية وإن شاء الله أنا أتمنى أن يعود النادي الأهلي بكأس البطولتين عايزة أقول كمان أنه بعد المباراة كان معانا كابتن ياسر لبيب رئيس جهاز كورت اليد عبر الهاتف وكمان كان معانا كابتن إسلام حسن وإحنا وجدناهم التهنئة والتحية والحقيقة شكرناهم على الأداء الرجولي الحقيقة اللي أدوا النهاردة وإذا ما حضراتكم شايفين فرحة كبيرة يمكن هذا الفريق زي ما قال كابتن محمود الخطيب أنه فريق من صغار السن وبيتم إعداده للمستقبل بعناية وإذا ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي يختار الطريق الأصعب لبناء فريق وهو بناء فريق بأعمار صغيرة لمستقبل كبير إن شاء الله الفريق ركز بعد آخر مباركة في الدورة المصري أو في بطولة السوبر المصري وبعد كده توجه للسفر راحوا المغرب معسكر النادي لم يبخل عليهم بأي شيء ألف مبروك جمهي النادي الأهلي ألف مبروك كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة ألف مبروك الجهاز الفني واللعبين والإداريين وكل من ساهم في هذا الفوز العظيم